ليست على ما يرام تسير الأمور في العراق والشعب بانتظار أيام عصيبة في ظل التدهور الاقتصادي وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة حتى بدأت الاعترافات بالفشل تتردد في الأوساط الحكومية ومن قبيل مسؤولين في الدولة فبعد أن قال الرئيس السابق برهام صالح أن هذا النظام منتهي الصلاحية خرج أحد أهم أركان التيار الصدري حاكم الزاملي بتصريحات تبين أن العراق يمر في مرحلة حارجة واصفا الحالة السياسية بالتكالب على ثروات البلاد وعلى حقوق الشعب العراقي ومن حين لآخر تخرج فضائح سرقات مالية كبيرة من هذا التيار أو ذاك ومن تلك الكتلة الحزبية أو تلك حيث تتغير الحكومات وتستمر الطبقة المستفيدة من جو الفساد في نهب ثروات الدولة وبناء إمبراطوريات مالية ضاق بها العراق ذرعا فبدأ المسؤولون بتهريبها إلى الخارج حتى ضجت الصحف العالمية والمحلية بقضية الأموال العراقية المهربة وإن نسي العراقيون كل شيء فلا يمكن أن ينسوا ما سميت بسرقة القرن التي نهب فيها ملياران ونصف المليار دولار بواسطة نوري زهير المحسوب على جهات ميليشياوية فيما لم تتم ملاحقة المتهمين وإنما كعادة رؤساء الحكومات السابقين اكتفى السودان بتسليط الضوء على استعادة جزء يسير من الأموال المنهوبة من عام 2003 وحتى هذا العام تجاوز حجم الميزانيات العامة للدولة العراقية تريليون وستمائة مليار دولار بينما مستوى المعيشة من سيء إلى أسوأ والنظام الخدمي متهالك بالكامل والصحي ليس بأحسن حال منه المسؤول عن تلاشي هذه الأموال الضخمة هي الأحزاب المتحكمة بالمشهد السياسي منذ عشرين عاما بمن فيهم من نصب السوداني وقبله الكاظمي وصولا إلى زمن المالكي ترجمة نانسي قنقر